واني كده اكلمكو عن كنز اسمه وزارة الاوقاف او هيئة الاوقاف عندنا فعلا كنز في البلد اسمه الاوقاف واللي بتمتلك مساحات شاسعة من اسكندرية الاسواد المساحات دي عبارة عن اراضي زراعية اراضي للبناء عقارات مصانع شركات اسهم للبورصة بنوك مستشفيات فنادق مولات كل ده تحت مظلت ومنصة وملك وزارة الاوقاف يعني على سبيل المثال في 256 الف فدان زراعي بتمتلكه او بتشرف عليه وتديره وزارة الاوقاف بالاضافة لربعمية وعشرين الف فدان الارقام دي شاسعة وغالية جدا وبتتكلم في مليارات ربعمية وعشرين الف فدان معروفة باسم وقف مصطفى عبد المنان وموجود في ثلاث محافظات هي دمياط والده اهلية وكفر الشيخ ويمكن اهلنا في المحافظات عارفين الوقف ده مشهور جدا لو انت ماشي كده ما بين المحافظات بتشوفه على الطريق ويفض كبيرة مكتوب عليها وقف مصطفى عبد المنان دينا كمان نحو 200 الف فدان او نحو 200 الف وحدة عقارية منوعة ما بين وحدات سكنية وتجارية وادارية تمتلك ايضا الاوقاف 22 مصنع وشركة وبنك 22 مصنع وشركة وبنك والعديد من المناطق الاثرية اشهرها اسمع بقى ويمكن المعلومة دي ما كنتش عارفها اه وزارة الاوقاف او حقيقة الاوقاف تمتلك اه سوق وميدان العتبة ومنطقة الازهر كلها بما فيها حديقة الازهر والاماكن الاثرية والشوارع والجناين والدكاكين وكل ده تمتلك وزارة الاوقاف شارع عبدالعزيز منطقة الغرية منطقة فاطمة النبوية سوق السلاح قصور الامير محمد علي الملك فؤاد بكفر الشيخ المنطقة الاثرية بالمثلة وغيرها كتير جدا بتمتلك وزارة الاوقاف من سنة الف تسعمائة واحدة سبعين لحرب